بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ الأول بكتاب علمي ونقدي قوي ورصي للدكتور حسان بن عابد ربنا يحفظه يبارك فيه من إصدارات دار الدليل الأمين للنشر والترجمة الكتاب بعنوان النظرية التركيبية الحديثة دراسة نقدية في ضوء المستجدات العلمية وتعتبر من أحدث الإصدارات اللي مكتوبة باللغة العربية في نقد نظرية التطور الدرويني الكتاب هيكون موجود في معرض قاهرة دول الكتاب في جناح شركة رياض الرئيس للكتب والنشر القاع رقم 3 جناح دي 14 نبدأ الأول بالتعليق على الطبع نفسها الكتاب من القطع العادي الحجم العادي الكتاب حجم الكتاب يعتبر كبير نوعا ما 450 صفحة الطباعة تعتبر ممتازة جدا والورق أبيض وجميل والخط فيه مكتوب اللون الأسود الواضح والتنسيق يعتبر ممتاز جدا والتجليد أيضا ممتاز أنا بحب الكتاب اللي لما تفرده على المكتب يفضل مفتوح ما يتقفلش لوحده والكتاب سهل إن انت تقلب فيه وتقرأ فيه بسهولة وده طبعا يعتبر ممتاز جدا لإني أعتقد إن مرجع زي كده وأيوة الكتاب يعتبر مرجع في مجاله أكيد هتحتاج إنك تقرأ أكتر من مرة وتقلب فيه كتير وكل شوية هتفتح الكتاب وتسترجع منه معلومات وهكذا الحاجة الوحيدة اللي بعبها على الكتاب من ناحية الطباعة إن مفيش تعريف للكتاب ولا حتى للكاتب الدكتور حسان بن عابد على الظهر ممكن بعض الناس ما تبقاش فهمة إيه هي النظرية التركيبية الحديثة لإن المسمى ده لنظرية تطور الدروينية مش من أشهر مسمياتها خصوصا باللغة العربية فكنت أتمنى إن يبقى فيه تعريف بالكتاب وبالكاتب في الظهر لإن ده يعتبر أول كتاب للدكتور حسان بن عابد أول إصدارات مطبوعة له بحسب علمي ويمكن القارئ كان هيبقى محتاج تعريف سريع عن الكتاب وعن الكاتب يقدر يقرأ بسهولة لو بصنا مع بعض على الفهرس هنلاقي إن الكتاب بمنتهى البساطة يعتبر نقدي لأهم وأشهر الأدلة على صحة نظرية التطور الدروينية بيبدأ أولا بالمقدمة الفصل الأول الانتخاب الطبيعي الفصل الثاني الأعضاء الضامرة الفصل الثالث عيوب الخلق الرابع نقد الدليل الجيني الخامس نقد الدليل الأحفوري السادس تطور البشر والسابع نقد الدليل الجزئي والثامن نقد الدليل الجنيني والتاسع نقد الدليل الجيوحيوي والعاشر حاجة البيولوجيا لنظرية التطور وفي الآخر في ملحق الصور الملونة برضو في حاجة تانية بلومها على الكتاب وإن شاء الله يتعمل في طبعات قادمة وخلي بالك أنا هنا بتكلم على تعليقات وملاحظات بسيطة جدا لا تؤثر على قيمة هذا المرجع القيم كنت أتمنى وجود فهرس تفصيلي في آخر الكتاب وكنت أتمنى أيضا وجود فهرس تفصيلي للمراجع قيمة المراجع الوحيدة اللي موجودة في الكتاب آخر صفحة خالص مكتوب فيها تمت الاستعانة بنسخ إلكترونية لكتب داروين ومذكراته ورسائل طبعا إنت لو مسكت الكتاب وعادت تقلب فيه تقريبا ما فيش صفحة إلا وفيها هوامش تفصيلية للمراجع والكتب اللي الدكتور حسان بن عابد رجع لها وده معناه باختصار إن الكتاب يعتبر مرجع قوي ودسم ومليان بالمعلومات العلمية المحققة لو أنت فعلا محتاج مرجع زي ما هو مكتوب في العنوان دراسة نقدية في ضوء المستجدات العلمية وخصوصا باللغة العربية فالكتاب ده يعتبر من أفضل المراجع اللي أنت ممكن ترجع لها وفكرة إن الدراسة مبنية على أحدث المستجدات العلمية نقطة مهمة جدا لأن كتير جدا من الأدلة اللي بيتم الاستدلال بيها على صحة نظرية التطور مع الوقت حتى الدروينيين نفسهم بيكتشفوا إن هذه الأدلة باطلة وإن الموضوع مش زي ما هم كانوا فاهمين في الأول طبعا إحنا عارفين إن هذه النظرية تم اعتمادها وتصدقها مسبقا قبل حتى ما يظهر لها أي أدلة تثبت صحتها بل بالعكس دروين نفسه في كتاباته أشار إلى الكثير من الأدلة اللي ضد نظريته وحتى تنبأ ببعض الأدلة اللي تم اكتشفها فيما بعد وقال إن لو تم إثبات صحة الكلام ده يبقى أنا نظريتي باطلة ومع ذلك من البداية العلماء تبنوا نظرية التطور الدروينية وقالوا إنها صحيحة حتى إن في بعض الناس بيقولوا إنها حقيقة علمية لا جدال ولا نقاش فيها بل إن كثير من الناس ممكن يتصوروا إن مع التقدم العلمي والتكنولوجي أدلة كثيرة جدا ظهرت بتثبت صحة النظرية والكلام ده خاطئ تماما وطبعا في مراجع كثيرة وقديمة بتتكلم في نقد نظرية التطور لكن لما تقرى درسة نقدية مبنية على أحدث المستجدات العلمية ده بيخلي عندك ثقة أكبر بكتير في قوة هذا النقد وإنها مش مبنية على دراسات قديمة تعالوا نقرأ مع بعض مقدمة الكتاب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن احتدى بهداه أناقش في هذا الكتاب بأسلوب أكاديمي وموضوعي مجمل الأدلة التي تقوم عليها النظرية التركيبية الحديثة للتطور The Modern Synthetic Theory of Evolution أنا كنت أتمنى أن العنوان اللي يكون مطبوع على الغلاف يكون نفس هذا العنوان يكون فيها للتطور لأن زي ما قلت أغلب الناس مش عارفين النظرية التركيبية الحديثة ويكون مكتوب تحتيه برضو بالانجليزي The Modern Synthetic Theory of Evolution لأن عبارة Theory of Evolution مشهورة جدا وأي حد هيبص على العنوان هيفهم الكتاب ده بيتكلم عن إيه بيكمل وبيقول التي تعتبر اليوم نموذجا تفسيريا مقبولا في المجتمع العلمي لكيفية تفرع الأحياء على الكوكب وقد تبلور هيكل هذه النظرية التي هي نموذج معدل من نظرية التطور لشارلز داروين بداية من خمسينيات القرن العشرين مستفيدا من مبادئ الوراثة المندلية وكذا زخم النهضة العلمية في علم البيولوجيا الجزائية لما تم تحديد البنية الصحيحة لحمض النووي هو هنا الدكتور حسان أصدو إن أحنا بننقض نظرية التطور الداروينية على أساس أحدث شكل للنظرية لأن قطعا ولا شك تصورات داروين الأديمة اتعدلت وتزبطت وتغيرت علشان الواحد ما يتوهمش إن الدكتور حسان بيناقش الأطروحات العلمية القديمة اللي أغلب العلماء بالفعل اعترفوا إنها باطلة الدكتور حسان بيناقش أحدث أطروحات النظرية وبيناقش أحدث أدلتها العلمية بيقول أبدأ بسرد الكواليس التاريخية لتشييد داروين نظرية التطورية الكلاسيكية التي قامت بشكل أساسي على الانتقاء الطبيعي ثم أعالج مسألتي الأعضاء الضامرة والعيوب المزعومة في بعض الكائنات الحية التي تساقان أحياناً محاولة لإضعاف أطروحة الخلق الإلهي للكائنات وترجيح أطروحة تطورها بآليات طبيعية غير موجهة يعني الدكتور في البداية بيناقش تاريخ النظرية وأهم الشبهات اللي بيتم طرحها كتأييد للنظرية وبعد كده زي ما بيقول هيفند الأدلة قسم قسم بيقول أعرج بعدها للتدقيق في الأدلة التي تقوم عليها التركيبية الحديثة فأعرض تفاصيلها من مصادر المؤيدين وأصلت الضوء على نقاط ضعفها مسترشداً بأحدث ما نشرة في ميادين العلم كعلم البيولوجيا والتشريح وعلم الأحافير والأثار وعلم النفس تتضمن هذه الأدلة بشكل رئيسي الدليل الجيني القائم على التفراط بوصفها محركاً محتملاً للانتواع والانتواع هنا المقصود به ظهور الأنواع المختلفة من الكائنات الحية والدليل الأحفوري Paleontological Evidence الذي يعتمد على المستحثات لرسم صورة معقولة عن كيفية ظهور وانتشار الكائنات على الأرض والدليل الجزئي Molecular Evidence وهو أحدث الأدلة فقد استفاد بشكل كبير من التطور الرهيب لتقنيات فك الحمض النووي وعالية الأداء وكان هدفه النهائي هو بناء شجرة حياة عالمية ومتسقة تسرد القصة الكاملة لتفرع أشكال الحياة منذ تشكل الكوكب بناءً على التشابهات الجينية في أجنة الكائنات الحية والدليل الجنيني Embryological Evidence الذي يهدف لتشييد علاقات تطورية محتملة بين الكائنات الحية من خلال البحث عن أي تشابهات مورفولوجية أو جزائية بين أجنتها وأخيراً دليل التوزيع الجغرافي للأحيان Biography الدكتور بيقول ولا أكتفي في هذا العمل بمناقشة هذه الأدلة بل أتجاوز ذلك إلى بيان العواقب الفلسفية والوجودية الخطيرة لهذه النظرية على الفكر الإنساني خلال أحد أهم الفصول وهو فصل تطور البشر أعرض القدرات العقلية الفريدة للإنسان ثم أبين مدى جدوى النظرية التركيبية الحديثة في تفسير نشوئها وأنتقل بعد ذلك لفحص الدليل المعياري الأحفوري لتطور الإنسان من القردة الجنوبية وإني لأرجو أن يلقى هذا العمل الذي استغرق ثلاث سنوات قبولاً حسناً وأن أكون قد وفقت في مسعاي لتقديم منقشة علمية هادئة لهذه النظرية بجميع جوانبها دكتور حسان بن عابد دكتوراف الصيدلة الجزائر العاصمة عشرين اثنين وعشرين أنا بعتقد والله أعلم أن هذا الكتاب للدكتور حسان بن عابد النظرية التركيبية الحديثة دراسة نقدية في ضوء المستجدات العلمية يعتبر من أقوى الدراسات العلمية النقدية لنظرية التطور الدروينية المكتوبة باللغة العربية يمكن لو أنت مبتدئ خالص في الموضوع وبتبحث عن أول كتاب تقرأ في المجال يمكن الكتاب دا مش أفضل كتاب بالنسبة لك وأعتقد أنك محتاج على الأقل تقرأ كتاب أبسط قبليه لكن مع ذلك دا مش معناه أن الكتاب صعب لكن أحيانا مش بيشرح كل التفاصيل أو أحيانا مش بيدي لك كل المقدمات اللي أنت ممكن تحتاجها وده طبعا أكيد عشان المؤلف يقدر يحافظ على حجم مقبول للكتاب وإلا لو إحنا هنتكلم في كل التفاصيل وهنشرح كل حاجة بالتفاصيل وكل معلومة هنقدم لها مقدمات عشان خاطر تستوعب الموضوع بشكل كامل شامل الموضوع أكيد كان هياخد مجلدات أكتر من كده بكتير على كل حال كتاب الدكتور حسان بن عابد النظرية التركيبية الحديثة دراسة نقدية في ضوء المستجدات العلمية هيكون متوفر بإذن الله عز وجل في معرض القاهرة الدولي للكتاب الكتاب من إصدارات دار الدليل الأمين للنشر والترجمة وكل إصدارات دار الدليل الأمين هتكون موجودة في جناح شركة رياض الريس للكتب والنشر قاع رقم 3 جناح D14 أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو لو في أي مركز عايز يبعث لي كتب لها علاقة بمجال اهتمام القناة يقدر يتواصل معي عن طريق رقم الواتساب هيلقيه تحت في وصف الفيديو لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني ولا تنسى أن تقوم مشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية فقم بزيرة صفحتنا على بيتريون أو بيبال أو حتى قم بالانتساب للقناة ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته